السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة الأطلس وان للشروحات أتمنى إذا أجابكم على الفيديو أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ثم الضغط على ألمات الإجاب بالفيديو تعرض المنتج الماري بالعالمي نادر الخياط الشهر بلقب ردوان لموقف محرج للغاية يوم أمس خلال افتتاح مهرجان الجونة سينمائي بمصر وفي تصرف غريب اكتفت مقدمة الحفل الفنان ناردين فرج بتقديم مواطنها الفنان محمد رمضان في حين أغفلت الإشارة إلى ردوان والمطرب الشاب نعمان بالعياشي الذين يشاركانه أداء أغنية جو البنات الأغنية الرسمية للمهرجان وغنى رمضان أغنية جو البنات على مصرح حفل افتتاح المهرجان بمشاركة ردوان وبالعياشي مع فرقة استعراضات راقصة وبعد عرض الأغنية تم إطفاء أنور المسرح والميكروفونات في سلوك متير للجدل من إدارة المهرجان وعبرت زوجة ردوان المصممة المغربية ليلى عزيز الشعوفة بعالم الموضة عن تضامنها مع زوجها بوضع صورة لهما من المهرجان على الإنستغرام علقت عليها بالقول مع الأسطورة الذي يؤمن بالإنسانية ويجعل الحلم حقيقة لا حاجة لأي مقدمة كما قامت بنشر استوريات لزوجها مع كبار النجوم والمشاهر العالم في إشارة إلى شهرته الواسئة في الولايات المتحدة والعالم حيث فرض نفسه كعلامة فنية عالمية حيث يسعى مشاهر العالم إلى التعامل معه ترجمة نانسي قنقر